شكرا معالي دولة رئيس سوكلان شسادة المحافظة يمكن المعروضة قدام حضراتكم مدى اهتمام البنك المركزي والقطاع المصرفي بالقطاع الصناعة وده اللي هنتناوله شيء طبيعي يمكن أنا لما عرضت النهاردة ابتديت بديسمبر 19 ما ابتديتش قبل كده لأن ابتديت مع بداية الأزمة يعني بقارن اللي هو ابتدينا الأزمة على مارس 2021-2022 الأزمات المتلاحقة وببين التطور في حجم الإقراض اللي هو الطبيعي لما بيبقى فيه مخاطر ومخاطر غير واضحة وصورة ضبابية أن يحصل أحجام عن المنح ده الطبيعي أنه لما بيبقى فيه مخاطر عالية أن أنا ببتدي أقلل تعرضي لهذه المخاطر من اللي احنا شايفينه فيه نمو من ديسمبر 19 لأغسطس 22 بنتكلم على الحوالي 93% بنتكلم على حوالي تريليون ويتمنمية ده على الأوفرول البنك المركزي والقطاع أقصد فيه القطاع المصرفي ده حجم القروض للسوق هنتقل لبعد كده لتطور الأرصيدة الإقراض والخص مقدامة لقطاع الصناعة هنشوف أنه زادت من حوالي 700 700 مليار بنتكلم على تريليون واثنين من عشر بما يمثل حوالي حوالي 63% النمو اللي حصل في القروض للقطاع الصناعي بحسبة بسيطة بأكلم على تتأقل من ثلاث سنين بنتكلم فوق العشرين في المية نموه في معدلات الإقراض للقطاع الصناعي وده يبين مدى أهمية القطاع الصناعي للدولة وبالتالي منعكس على القطاع المصرفي طب إحنا وصلنا للأرقام دي إزاي ده يمكن بيوضح توزيع الإقراض والخصم المقدم بالجهاز المصرفي هنلاقي أن القطاع الصناعة هو واخد نصيب الأسد من القطاعات الأخرى يعني إحنا عندنا التجارة عندنا الخدمات إنما ما فيش حد يوصل لمستويات قطاع الصناعي في أي القطاعات المؤثرة الأخرى دي بتبين مدى اهتمام البنك المركزي مرة أخرى بالقطاع الصناعي إحنا لو تفتكروا حضراتكو كان في ديسمبر 19 عملنا مبادرة بمئة مليار جنيه كانت للشركات المتوسطة فقط وكانت بعشرة في المية في مارس 2020 وبعد ما ابتدينا الكورونا لقينا إن الشركات الكبيرة نفسها ابتدت تعاني ومع سلاسل الإمداد والتمويل ابتدى يبقى فيها عندها مشكلة فدخلنا فيها الشركات الكبرى اللي عايز أقوله إن المبادرة كانت بعشرة نزلناها لـ 8% عشان ندي أريحية أكتر للسادة الصناع إن هم يتحركوا وما يبقاش فيه ضغط عليهم من ناحية الكاشفلو والالتزامات الخاصة بالفايدة المبادرة كانت مفروضة إنها كانت بمية وصلنا لـ 100 مليار في يوليو يوليو عشرين المفروض إنه إحنا كنا نتوقف لأنها لما أعلنت قلنا مية مليار جنيه إنما إحنا طبعاً يعني إخذنا الحكومة خدت والبنك المركزي والبنوك على العطقة الاستمرارية إنه إحنا وصلنا النهاردة 345 مليار بحوالي عشر تلاف عميل وصلنا لده إزاي كان لازم يبقى فيه عندنا عوامل مساعدة عشان نقدر نوصل لأرقام دي فإحنا النهاردة كان دخلنا معانا شركة ضمان المخاطر وزي ما أنا قلت النهاردة الضبابية وعدم الوضوح له تكلفة والناس بتاعة المخاطر كلها تعرف حتى في أي واحد بدير مخاطر له تكلفة لأن أنا النهاردة بتكلم على الخسارة القادمة أو المشاكل تكلفة الخسارة القادمة أو احتمالية الخسارة فيه قدام في المستقبل فلما بوقع فيه ضبابية احتمالية دي بتبقى أكتر لأن أنت زي واحد ماشي بعربية وما معهوش نور أكيد هيبقى سرعته أقل كثيراً من لو ماشي في عربية ومعاه إضاءة جيدة فاترينا أن احنا ندخل معانا شركة ضمان المخاطر لأن البنوك كان هي في الآخر بالنسبة للبنوك بتبقى تكلفة ومنفعة يعني النهاردة البنك لو حس أو أي بيزنس لو حس النهاردة هيتكلف عشر قروش والمنفعة اللي هتجيله خمسة هيقول لك لا والله ما لهوش لازمة البيزنس ده والعكس صحيح فدخلنا معانا شركة ضمان بخاطر الاعتمان عشان نضمن الشركات الكبيرة في كل الأسواق النشأة شركات الضمان لا تضمن إلا الشركات الصغيرة والمتوسطة احنا رحنا للشركات الكبيرة يعني حتى في ماليزيا في جميع البلاد دايما الأسواق النشأة شركات الضمان بتبقى ملتزمة لأن احنا بتتكلم على مخاطر شركة كبيرة ممكن المخاطر اللي تحصل فيها تغطي أعداد كبيرة من الشركات الصغيرة والمتوسطة متوسطة. فدخلنا معانا شركة ضمان المخاطر. ولو خدتوا حضراتكم الزيادة اللي بنتحرك فيها وصلنا ان هي ضمنة حوالي واحد وتمانين او مية اتنين وتمانين بليار. طبعا كل حاجة مندي لها تكلفة. شركة ضمان لها تكلفة. النهاردة لما قدي انا للصناعة بتمانية في المية. النهاردة لو احنا بنتكلم على الحسبة البسيطة بتاعتنا لو قلنا النهاردة الليندينج كرودور احنا بنتكلم على 11.75 ده انا بقول ده من غير اي مخاطر لان دايما ده بيقى الاساس وبتحط عليه بقية المخاطر عشان اوصل لتكلفة الاقراض. الفرق ده كله فانعايز اقول ان كل الفرق ده تحملته الدولة والبنك المركزي عشان نتمأكد ان في الظروف القاسية اللي هي كانت كورونا وبعدها الحرب الاوكرانية ان الصناعة بنحاول ان احنا نديها دافة انها تكمل في شغلها. دي تطور النسبة وده يبين ان البنك المركزي ان حجم الضمانات اللي قدمها للشركة عشان تساعد التفعيل المبادرة احنا بنتكلم على حوالي 79 في المية من حجم الضمانات الصدرت من هذه الشركة عشان ندي الدعم الكامل لقطاع الصناعة والشركات الصغيرة والمتوسطة. انا بس في كنت عايز اقول نقطة اخرى ان البنك المركزي دور من دوره زي ما قال سادة المحافظة والسادة النائب في الجلسة الافتتاحية احنا بنتكلم على الاستقرار الاسعار. النهاردة استقرار الاسعار وفرص العمل دي من اهم ده بالاضافة طبعا دي الاستقرار البنكي ده من اهم المنديت واهم المسئوليات اللي عند البنك المركزي. فدي انا عايز بس اقول فيها حاجة النهاردة الاستقرار الاسعار والقدرة على ان انا اتحكم في استقرار الاسعار هذا مهم جدا جدا بل اهم كتير من السعر الفايدة وارتفاعها بالنسبة للسادة الصناعة احنا عملنا زي تحليل بسيط كده لحوالي اتناشر صناعة وطبعا هيبقى فيه اوتلاينر يعني فيه ناس هتبقى ما بقولش دي انا بتكلم افريج ده مؤشر فيه ناس هتبقى برا وفيه ناس هتبقى الافيشنسي مختلفة انما لقينا اني التضخم النهاردة تكلفة البنول عليه الكوست في جوتسول النهاردة تكلفة المنتج بتتراوح من خمسة وسبعين لتسعين في المية من حجم السيلز بتاعة الشركات الصناعية انا بتكلم كا افريج مش بتكلم على حجة محددة اتناشر صناعة ولقينا في نفس الوقت ان الانترست بتمثل من خمسة لسبعة في المية من السيلز فاحنا خلينا نتخيل لما يبقى فيه التضخم كل متخلات الانتاج دي هتأثر على سعر المنتج اللي هيقدر يبيعه لان النهاردة كل متخلات وفيه بعض الصناعات بيدخل في متخلات الانتاج كمان الطاقة فكل متخلات الانتاج دي مع التضخم هيبقى لها تأثير اسوأ بكثير من لو الانترست ريت تحركت على قطاع الصناع بالتحديد وده اللي بيخدنا لي ده التأثير المباشر التأثير غير مباشر هيبتدي القوة الشرائية النهاردة انا المنتج بتاعي بقى غالي هل هقدر انقل التكلفة دي للعميل اللي هشتري ولا هبتدي انتاجياتي تقل انتاجياتي قلت تكلفة السابتة عندي موجودة هبتدي تكلفة اكتر هابقى مش قادرة نافذ وممكن اخرج برا الماركت وممكن يؤدي الى التعصر انا في النهاية عايز اقول ان احنا لا نقلوا جهدا في دعم الصناع كلنا مدركين وانا بتكلم كبانك مركزي مدركين حجم المشاكل الموجودة في القطاع الصناعي وحجم المشاكل الموجودة وده احنا مدركين تماما وعارفين عدد الشكاوي انما انا عايز اقول ان احنا بنحاول ان احنا نجد حلول يمكن حلول جزئية انما انا بقول ان شاء الله في القريب العاجل هيكون في حلول جزرية لكل المشاكل اللي بيعاني من قطاع الصناع شكرا شكرا لكم